عبر الأقمص صناعية من درعا ينضم لنا مرسل الأخبار الآن محمد الحراني محمد أهلا بك معنا ما آخر تطورات من درعا الأسد وقواته قصفوا سكان مخيم درعا وهذا ما كان من خلال تقرير السابق ومن خلال آخر تطورات إليك محمد نعم خديجة مساء الخير ما تزال قوات النظام تصاعد من عمليات القصف الجوي والمدفعي على أحياء درعا البلد ومناطق أخرى في منطقة اللجاء وأيضا أحياء درعا البلد وبلدة نعيمة في ريف درعا الشرقي ضمن سياسة الأرض المحروقة منذ بداية هذا الشهر في محاولة من قوات النظام التي دعمت وجودها في جنوب السوري بميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني أن تتقدم الأحي المنشية وأن تقضم مساحات جديدة في محافظة درعا الجدير بالذكر خديجة أن هناك محاولات عدة من قبل قوات النظام أن يقضم مساحات جديدة ولتصلت الضوء حول المجريات العسكرية في درعا معي هنا العقيد نسيم أبو عرى القيادة العسكري في جيش الحر وقوات شعب السنة مرحبا بك سياسة العقيد لو تطلعنا أكثر عن مجريات المعاركة اليوم في ظل الهجمة التي تشنها قوات النظام من انسلاح الجو والميليشيات الأجنبية المستقطبة إلى جبهة جنوبية أهلا وسهلا بكم تحياتي لكم جميعا أخواني الكرام النظام واهم بأن يقوم بتكرار سيناريو حلب الجبهة الجنوبية هي في أقصى حالات جاهزية نحن مستعدون لمواجهة هذه الأرتال التي استخدمها النظام من الميليشيات الشيعية وإيرانية وحزب قمنا بتكبيده عدة خسائر بالأرواح والعتاد وقد تم القضاء على معظم القيادات التي قادت الحملة في الجنوب السوري وأنا أؤكد لكم أن النظام أخلى معظم العتاد الذي استخدمه إلى مدينة درعا وأؤكد لكم هذه المعلومة من الموقف الميداني للمعارك نحن صامدون وسنواجه هذه الأرتال وهذه الهجمة الشرسة ولن نسمح للنظام بأن يكرر سيناريو حلب في الجنوب سيادة العقيد اليوم درعا تشهد معارك مستمرة منذ بداية هذا الشهر ما بينكم وبين قوات النظام ما هي الجاهزية التي تتخدمها؟ ما هي المعايير التي تتبعونها لمواجهة هذا الهجوم؟ أخواني كرام أحب أن أطمنكم بأن الجيش السوري الحر في الجنوب قام بإجراءات وتدابير سريعة وقد أثمرت على الأرض قمنا بتشكيل غرف عمليات في عدة قطاعات وتختص هذه غرف العمليات بخطوط إمداد النظام على محور استقدام وخروج ودخول الآليات التي تأتي عن طريق الأستراد الدولي وفي مناطق التماس طبعا قمنا بتعزيز هذه النقاط بالسلاح الثقيل وبنخبة من قوات الجيش السوري الحر ليتم القضاء على هذه القوات أثناء دخولها أو أثناء خروجها من درعا والأخبار الأكيدة الآن وردتنا منذ ساعات بأن النظام يخلي بعض الآليات باتجاه الشمال منها ثقيل ومنها آليات عبر ناقلات ثقيلة هي تخلي باتجاه الشمال لا نعرف أي جهة يذهب بها النظام لكن أؤكد لكم بأننا صامدون وقمنا بعدة تدابير قتالية أطمئنكم بأن الموقف القتالي بحالة جيدة جدا ورائعة بإذن الله سيادة العقيدة اليوم النظام السوري يزد وقوات الموالي له بقوته في مخيم درعا ما هي الأهمية الاستراتيجية لمخيم درعا ولماذا يسعى النظام أن يستطيع على هذا النقطة أخواني الكرام بعد أن ضاق نظام الويلات في حي المنشية وتم القضاء على معظم قيادات الصف الأول في هذا الحي الذي ضاق القهر فيه النظام طبعا النظام يسعى لنصر بديل عن هذه الخسارات الفاتحة التي تكبدها من قبل القوات المعارضة وجيش السور الحر في الجنوب يقوم النظام للالتفاف أو لصنع نصر سياسي أو معنوي لعناصره الذين قضوا في مدينة درعا هو يأتي إلى حي المخيم نحن أحبطنا ثلاث محاولات في هذا الحي وآلياته تشهد على هذا الصد ولله الحمد لن يمر إلا على جثثنا بإذن الله شكرا لك سيادة العقيد نسيما بورا وأعود لك خديجة للستيديو نعم كما سمعنا من سيادة العقيد أن هناك محاولات عدة لقوات النظام أن يحقق نصر في مخيم درعا أو من جبهة درعا بعد أن خسر حي المنشية الاستراتيجية ولكن محاولاته بعد الفشل هذا كله تزامن مع عمليات قصف ومنهجة من قوات النظام وسياسة الأرض المحروفة شكرا لك محمد حراني مراسل الأخبار الآن وشكرا جزيلا لضيفك أيضا كنتم معنا بلالأخمص صناعية من درعا